اشتركوا في القناة وقد اعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له على مشاعره من نبيل في هذا المصاب دعين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة